هل يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد للأسف من الأخطاء الشائعة عند المزكين أنهم يقومون بصرف الزكاة في بناء المساجد أحيانا كثيرة تمر مثل هذه الأحوال أنه يقوم بصرف هذه الزكاة في بناء مسجد لا يجوز بناء المسجد من أموال الزكاة والدليل قول الحق سبحانه وتعالى إنما الصدقات هنا في المقصود بالصدقة الصدقة الواجبة الصدقة عندما تطلق في الشريعة الإسلامية تنقسم قسمين صدقة واجبة و الصدقة المستحبة الصدقة الواجبة هي الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و في الرقاب والغارمين و في سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله إذن الذي فرض هذه الأصناف الثمانية هو الخالق سبحانه وتعالى لا يجوز التغيير لا يجوز التبديل لا يجوز وضع هذه الزكاة في بناء المساجد أو طباعة المصاحف ما هو السبب؟ تكلم العلماء عن السبب في ذلك طبعا هذه الآية كافية في بيان المصارف التي تصرب فيها الزكاة العلة في عدم صرف الزكاة في بناء المساجد قالوا بأن هذه الزكاة هي طهرة للناس و الطهرة بمعنى أنها تنظيف للنفوس و للناس من أدران الشح و البخل و الاستئثار فيؤدي الإنسان الزكاة فهي طهرة فقد سماها النبي عليه الصلاة و السلام أوساخ الناس فإذا كان آل البيت لا يجوز له من يأكله من أموال الزكاة فكيف نبني فيها المساجد؟ لا يجوز بناء المساجد من أموال الزكاة ولا يجوز ضباعة المصاحف من أموال الزكاة كل ذلك من الأمور غير المشروعة